التيوتا الميكروباس لوحات معدنية حه ميم تيه سيارة رقم تلتمية خمسة واربعين مرور الزاوية أنا يا باشا لحاول أولاك هو تقلي بالله أنا أرد على السؤال أرد أقول إيه يا باشا أنا أساساً معيش رخص السواق وما بعرفش سوق هاسر العربية ليه ساعدتك؟ مقدم البلاك شافك وانت بتسوق عربيته يوم الأربعة تلاتة وعشرين مارس الساعة اتناشر بالليل أين كنت في ذلك الوقت؟ كنت في البيت نعم كنت في البيت وكنت نائم أسلاً حضرتك طالب في كلية الزراعة والصبح بادري بيباع عندي معامل ومحاضرات وكده ما بصهرش الاتناشر دي أبداً أبداً إنت لسه طالب؟ مع إن شكلك سنة كبير يعني أسلاً أنا مريت بظروف عائلية وحش قامل والدي توفى وأنا بدرس وزعلت عليه قوي فترة أسلاً كنت مرتبط بيه جد الله يرحمه بس أنا إن شاء الله هتخرج زي ما وعدته بإزم الله إنت مال شكلك عامل كده دي وتحت عامك السود وشكلك مبهد من كتر المذاكرة يا باشا والله أصل الامتحانات قربت وبصهر طول الليلة عشان إذاك يخلى سبيل المتهم بضمان محل قامل شكراً باشاً تعالي 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 نعم 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 فقنا عمدي فيه هنا أقشة باشا أصلاً أول مرة وآخر مرة إن شاء الله لطيف بقى الشيخ جاسم أنا مش لطيف آه طبعاً بالطريقة دي يبقى لطيف جداً حبيبي أنا عاوز أسألك على حاجة مم أنت حتديني كم في الموضوع ده يا حبيبتي فلوسي كلها ليكي وأنا فوق البيعة أنت كده كده معاي يا حبيبي بس أنا بسألك عن الفلوس آه عايزة كلام يا حبيبتي ها أنا أنا عاوزة الربح ممم أنا عاوزة الربح مممم الربح وماله وماله حبيبتي نقبط بس وبعد كده نتكلم ماشي أهلو أيها سعيد بقولك إيه المركب ما تتحركش خالص لغاية ما شركة التأمين تخلص كل شغلها وبعد كده المركب التانية يتحرك بعدها بساعة يلا يلا أوكي أوكي بقولك إيه أنا عايزك تشوف شغلك كويس ها عشان أنا أتعامل مع بعض كتير بعد كده يلا حبيبتي بالتأوين ألف سلام عليك يا أمي تؤمن بالسلامة إن شاء الله بتاعيش يا سكا يا ابني تعبت نفسك و جيت لي بس يا هجر يا بنتي أبل هجر ربنا خللنا أبل هجر خلصتلك الجواب على نافة الدولة وأنا السبح إن شاء الله خلصتك قمدة الوزير طب ما بدل ما انتو تعبين نفسكو كده وعملين إن انتو جبتوا التايها كنتو كلمتوا المستاج فكاد صرفت لها معاش ولا شافت لها شغل أنا وهي قاعدة بدل ما هي بقى زروعة كده وعملت قول عايزة أطفح عايزة أطفح وما بدخلش إيرش ما تقلقش حاجة انتصار أنا أعرف دكتور في الوزارة وهخلي إن شاء الله يخلصلك الورق بسرعة وتقومي بألف سلامة إن شاء الله ما تبطل الوح به ياوليا باصّل دماغلى المتكلفة جاءت جده يا انت بوز فأق لوني أقول لك يا جدعة هو البعيد ما بيحسش ولا إيه إيه ده انت جيباني معارف الدول Shiny عشان يمد sue بدهم عليا يا أبوز الفأقر خلص باقة خلص باقة ياسوكا معلش حاجة انتصار هنبقى انجيلك بعدين وإن شاء الله لما سوكا يخلص التقرير هبقى جاء يقولك على موعيد الغسيل يالا ياسوكا بقتلها طفح معاك تطفاحه وقع يا بنت خلاص ياسوك انت لولا قد جدي كنت بوسطي لك ودهانا يا جدعى خلاص ياسوك عشان خطري يلا بينا والله لولا قعدت الحشيش اللي احترامها لكت قمتلك طيب قد الحشيش هاوي عمولي خلاص ياسوك يلا بينا بنا الحشيش الحشيش يا ابن السهيلة الحشيش طب انتي ايه اللي خلاكي توليلي على كل اللي حصل بينكم ومن ياسر عشان خايفة منه قويان يا بنت ومحتاجة حد قوي يا حميني انا حاسة ان اتقوي هتقدر تعمل ده الظهر اللي عمل موجود خرافي عشان يجيب المعلومة ده انتي يقولتيني انك مولتيش لحدك انا تقريبا حكيت لوحدة صاحبتي زمان بساعد ما حصل الموضوع ده بس معرفش حاجة عنها يمكن بقليه سنتين اصلا ما شفتهاش بص يا صار انا عايزك تسقي فيها انا حاولك تعملي ايه وتصرفي معايز زي بالظبط علشان ما شكش انك قلتيلي اي حاجة حاضر يعني بس كريزة مش عايز اي حد يعرف الموضوع ده انا من ساعتها بحاول انساب اي طريقة ومش عارف وهو جيب كل برود راح فتحلي الجرح كله انا مخفيش لا عشان ربين اكرمي قابلتك في المستشفى انا ولفت الدنيا دي كلها مش هلقى دفرك طب استنى انت بقى عشان انا همشي تمشي تروح فين طريقي هو طريقي يا الله بدل محد دايق يعني يدايعني انا اللي دايقني تبقى مضاعي عليه بعدين استنى شوية بعد كده امشي وتقل كده عشان تاخد الاوتوبيس اللي بعدي ولو لقيتك راكب الاوتوبيس اللي انا ركباها هنزل منه انا بقول لك الادب لناسه حكم القوي على المطربين يا جولي ايه الوش اللي انت عاملها دا؟ والله واشتغلت فيك يا غنة انجليزة يا بطل بقرة يا ما انت بقى لاش دا وش انا مش عارف اسمع الغنوة منك اسمعي اسمعي ما انت خلاص عيارك فلت انت كمان شوية شوية العيس انت هاني ما دخلتك علي ببدلت رأسه وصجاه يا سلاح خير عايزة ايه كلها ما عوضوا منك يا حاصر انا جاي هنا زبونة اتفرج واشتري بفلوس هو انا مش بيته ودخل على جواز ويلزمني جهاز ولا تكونش مفكرا يعني هيقضي شهر العصر بيضوم الشوق زبونة ايوه زبونة ايه ما زبعش ولا ما زبعش المحل قدامك ههنا اللي يعجبك بس ما تبادليش حاجة واللي تبادليه ترجعي الطبقية اسمعي بيها ام اقولي اوقع بقيلها حاجة البيتة دي اترضيها برا وانه بتبطنت يا خارتي ده المحل في حاجة حلوة شكلها تعجب الواد إبراهيم اقولك يا بيت ما تجبيني اللي الحمر اللي على الملكان برا ده اشوف ملكان الحاق الحاق رضي اهوام اهوه علو نساء النور الحمد لله كويس يا حضرة الزابط بتعملي حاجة بكرة؟ بكرة شمعنا؟ اي حاجة؟ لا بس وراي المحل كنت عايزة عزمك بكرة عالغدا؟ كنت عايزمني عالغدا؟ مالك بيها يا بيت انت بترضيلي عليها ليه؟ الله؟ لا مش هينفع اصلا انا الوحدي في المحل ومش هينفع سيبه الوحده قصد يعني مش هينفع سيبه وامشي خليها الوقت تاني مفيش وقت تاني هو بكرة انا خلاص حاجة المكان والغدا وبعدين باقولك ايه؟ لو قلت لا حابعتلك اتنين امان هيقفوا على باب المحل ما يدخلوش حد للغاية ما توقف يعني اعتبر ده امر يا حضرة الزابط؟ سيبتي ولا بقى امرك على حاجة قلت ايه بقى؟ خلاص بكرة اقولك انتفقنا باي باي اطلع يا اختي هتلي العلمة اللي كان بره دانتلنتك حمرة صباح الفل يا صباح القشطة يا صباح الجمال وحشتني يا بيتي يا نوال والله وحشتني حاجاتك الحلوة يا بيتي يا كوز العسل دول شوية مهلبية انما ايه؟ حتكلي صحابك وراها اه قولي عاوزة تنمي على مين يا بيتي قولي ابدا والله يا خالتي دايما كده فهماني غالا اهمممممممممممم ما تبقى نوال بنتم نوال قولي 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 ما تبكسفك قولي أبدا والله انتي سعبتي علي فقلت اقولك ان سلومة خد فلوس بتاعة البيت بتاعة التنجيس اللي انتو دفعتوها وراح اشترك حتة قرن في الحرر اللي ورانا قال ايه؟ عايز يبني عمار 11 دور بسانسار ومدخل رخام يا مصبتي بفلوسنا يا سلومة يا خرابي ده أنا الجماية لسه نحلى عبر يا أولاد ما هون تسعبت علي فقلت أقولك تلحي قبل ما يبني ما تبني تعالي هنا يا بيت قوليه هو هيبني يا مارة 11 دور بصنصير ومدخل رخام بالفلوس نحنا بالفلوس دي إزاي يعني ليه كرتون ولا كرتون ما وفي حد دلوقتي بيبني بفلوسه هو حطت يفطأ بصورة العمراء على الأرض واللي بيجي بيدفع واه من دقنه وفتله يا بيتك يا رجل يا ضلالي أما أنا عليك يا أمسوك أنا مو قلتلكيش حاجة ياختي آه أنا مش نقصى مشاكل معاه مشاكل؟ هو لسه سلو ما شاف مشاكل؟ ده أنا هاخرب بيته هو واللي يتشددله اللي معايا هايبقى معايا أول هو أستاذ اللي عليها هيبقى ورايا اللي معايا هيبقى معايا اللي عليها هيبقى ورايا محدش يا عرف يكسرني طول ما ربنا باوايا على رأس اللي يبقى عليها اللي عليها الأيام جاية مش هنسلي وقف يوم جنبي ولا هنسلي استنطر بيت اوعى أنا قلبي قادة ربحها أي حد أنا علي زي الجبال اوعى أطرخي مين الله هيمة فيني يا سوك شمال شمال هيمة فيني يا سوك ايه ايه بسطر ايه ثم انت هاي اللي موقفك على العربية الكبد أنا شايفك واقف عليها من مبارح قولت تليرا حينة ولا هناك وموقفك على ما ييجي ما انت عارفة ان الكبداكي ما بيعيبش يقف على العربية عشاء اهو اهو جي اهو انت فين هيمة من مبارح وسايب لا عارف عنك حاجة ولا معبرني ولا حتى طبنتني بالتالفون عملت اقف النيابة لابس ايه من قدامك اهو ما عملوش حاجة محدثونيش قلتلهم ماليش فيه قالولي اخلاق سبيل طب الحمدلله تعالى بقى شوف النصيبة اللي انا فيها سيبت ايه عالصبح سلوهما الكلب اخد الفلوس اللي ادنهاله انت كيس البيت وراح ابني بيها عمارك ديتك هلا وانتش عارفك يا كورة انت كنت عددتي فلوسه وعارفة دي فلوس ايه ودي فلوس ايه يا هي ما خلص البيت ما بقاش مستحمل هيوقع على دماغتنا تعالى معايا انت وثوكا لو قافله وانا مش هقفل الواحد طب استانى بس افوق وافطر واجي معاك يا دي نسيب علي يا اما طب اعمل ايه يعني اروح استقجر لي راجل من القهوة يتصدر لي قدم مليش راجل يتصدر لي بقولك يا ابراهيم انا خلاص انا بتحط ايدي في شاقي منا قولي قدامي قولي قدامي يالا يالا وسالا ده ايه الخطوة العزيزة دي واش انا اونا واعمليهم كبيتين شاي استنى ده واه احنا رجوف يا اخوي ولا جاييننا الضايف وديت فلوس تنكيس البيت فان يا غزار البهاي ايوة يا اخوي ما تتحكش علينا بكبيت شاي ولا ازازة الزوزة فين فلوسنا يا راجل فلوسنا اللي قطعينها من لحم الحاي اه فلسكم اه اه فلسكم في الحفظ والسون اه فلسكم معايا ولا كأنها في البنك المركزي عدم المؤجزة بطل تلف والدور علينا احنا عارفين انت اخدت فلوس تنكيس وبنيت عمارة جديدة ابني عمارات برايح تعمسوك ايه انت ابو السلف رزق رزقك يا راجل يا حرامي وديت الفلوس فين اللي فتحتاني عليها وخليتنا استلف من اليسوع اللي ما يسواش وفين التنكيس يا عم الفييس ما تتكلمة برايين بقول لك يا سلوم انا ساكت من الصبح وسبكت برطف بس من الاخر كده يا حبيبي الفلوس دي انت واخده على ايد الحكومة وماضي على كده هتقعد بقى تستلوح وتلوح بالفلوس يمين وشمال الحكومة اللي هتزعل ايوه 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 بقى الحكاية كده كل واحد يعرف واحدة تعرف ظابط ومشي معاه يفتروا على الخل ان انت يا كوريا لا يا حبيبي واحنا كمان هنزعلك واحنا زعلنا واحش انت مش مجرب ولا ايه ايوه بصراحة يا متر هو ورا القضية كله كان عند محمي تاني هي كانت عند الدكتور نادر عالم الدين بس هو عنده الظروف واحنا قلنا نلجأ لمحمي تاني انا محترم قضة صراحتكم بس دي قضية صعبة انا محتاج شوية وقت عشان ادرسها ويرد عليكم هقبلها ولا لا بس يعني كده حضرتك هتأخرنا انتو عارفين ده موسم قضايا الكبار لي في البلد واحنا كلنا خمس محامين اللي القضايا اللي من نوع ده بتروح لهم فالدنيا زحمة شوية طب يعني ممكن حضرتك تحدد لنا معادي لو كنت هقبلها ممكن هتأخذ شوية ولو مش هقدر هتلاقوني برد عليكم بسرعة وخصوصا انكم تأخذتوا على ما جيتولي والحكم ضد المتاهمة هيصدر قريب احنا متشكرين قوي يا أستاذ انقذك خلاص يا عم وهدان اكوك تعون خارج كبداجة احت جناحه وبعونهم مجوز جاك تعوني يد يا نسر يد انتو ولادي اللي ملمستش أمهم هي بس المصلحة رشقت علينا جات كده نقول لها لا طب بس رشقت عليك دب يدك ووسحها شوية دا احنا عشرة الايام واللي يالي السودة سوا طب بس انت عطيني بعد الوقت وانا وسحها عشان انت والنسر ما تزعلوش انت قاعد بتنبورلي زي ما كوني اشتغلت في كرفور يا دا عشت الليل مع الأشكال الوسخة دي ما تلزش وفلوس هشار بس بيرتو لما عميانة بتطير زي النسر اه نسر ايه المدام يا ريت عملي نسر ايوه نوال ايه واد الدخل النشفة دي وحشتين مالياش حقت وحشني يعني دا احنا كنا ولا المتجوزين هاتم الاخر وارمي اللي في بطنك يا نوال عاوزة ايه؟ هعاوز منك ايه يا هيما ولا عصت منك ايه يعني قبل كده وحشتين عاوزة شوفة وانت ما وحشتينيش ولو في خراب في دنياتي حبق من تحت راسك انت جرى ايه يا هيما هو انا كفرت يعني اني بحبك ولا كفرت سلام يا نوال انا مش فضيلك سلام ومش فضيلي ليه وورك ايه يعني اهم مني قلت ليه عاوزة قابلك وانا قلت لا هنحكي في ايه تاني وانا احكي معاك ليه؟ انا هوم افتح باب الشقة وخبت على كوريا واحكي معاها واقول لها انك كذبت عليها في حكاية الفرح والهدوم اللي انت مستلسها وانك كل ليلة بتطلع تتساحب وما بيجيش غير وش الصبح وشمس ربنا منوارا يعني ايه يا نوال يعني تتعدل معايا وانت بتكلمني انا هشوف كده سلومة دنيته ايه؟ وحكلمك وانزل قابلك امين؟ امين امين ايوة كده يا نار اسود كل دي مسجات واناها في الموبايل ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب الدا مكنون دينا 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 سارة كده كتير اوي يلا بقى سارة سارة بتعملي ايه يا سارة 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 بتعملي ايه؟ افتح يا سارة سارة اخو انت مفتحتش ليه افتحي له انا عارف مين اين مروان؟ مروان وين ايه؟ اين في ايه يا شخ قاس؟ مروان وين ايه؟ مروان وين ايه؟ قدم اهو؟ انا عرفت انك انت اكبر نصاب عرفتها بحياتي وانت منحاش من مصر لان عندك قضية نصر اسمع اترجع لاثنين مليون يورو ملوتي ولا خليك جدة هام دهني ايه؟ اهدى بس يا شخ جاسب انت فاكرني انا؟ احبقل ولا بريالة؟ اي مركب اللي غرج واي شكر اللي دار؟ مثل ما قلت لك؟ تدفع لي فلوشي لتنين مليون يورو؟ ولا افرغ للمسدس هادا براسك؟ اهدى بس اهدى وتعال اعود اهدى وبعدين انا مش فاهم يعني لما يكون ملياردير زيك يضيع نفسه عشان ما بلاك تافح زي ده؟ وانا ان كان علي انا عايزك تضربني بالنار واتموتني وتخلصني من التقطيع اللي جوايا ده؟ بس اعمل ايه؟ المكان كله مليان كاميرات يعني اي حاجة انت هتعملها هتوصل للامن على طول ايه ده بس ايه ده؟ ايه ده وتعال اعود تعال اعود ما تفاهمنيش تبتشوي يا علمني؟ تعال اعود وانا هعلمك تعال اعود يا نجوان فضل تفضل يا شيخ جاسم اعمل لنا كاسم بسرعة خلي الشيخ جاسم يروء تعال بس تعال انا علي للشيخ جاسم طبعا بس مش عارفة ليه هو النهاردة عصبي كده شوي هو شكله قلبه ضعيف ومش قد التجار بس بس يا نجوان لا 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 ما تقوليش كده مش معنى ان الشيخ جاسم خسر صفقة يبقى قلبه ضعيف ما هو برضو كسبنا واحنا معرفتنا ملايين انا عندي افكار لا يمكن تخسر ولا يمكن تعرف غرق ولا بحر ولا الكلام ده خالص طيب ما تفاهمني فاهمني يا فلتت زمانك مابولة منك يا شيخ جاسم عارف تجارة الافكار دي انجح تجارة على مستوى العالم ليه؟ لانها لا هتحمد ولا هتفسد ولا هتعطن ولا اي حاجة خالص مبعدين فاهمني مو فاهم شي انا هفاهمك بس تشيل المسدس ده وخليك راجل مؤمن وقول إنا لله وإنا إله راجعون واللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها امين امين دور ديها كلها يا شيخ جاسم كاسك شكرا اتفد شكرا خد يا حبيبت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يلا يلا شط واحد شط واحد ها؟ بالهمة هالله يهنيتك تسلى نيدك من أور من أور يا شيخ جاسم يلا أنا جوانك استني بسرعة شكرا شكرا أنا عارف إنك مستغربة المكان هنا شوية يعني أكيد عشت برا مصر ومش واخد على الأماكن هنا بس صادقيني المكان هنا لطيف قوي أنا باقي كتير أنا واحد صاحب لا المكان فعلا لطيف حلو قوي بقولك إيه أنا مش عايزك تتوتري من وجودي يعني اعتبني يا ستة مش موجود خالص أو معدو على ترابيزة تانية ولا إيه لا لا إزاي لا لا مفيش حاجة خلاص يخرب بيتك يا ريتني جبت سيرة مليون جنيه ده أنا لسه مخلصتش الجملة حبيبي أنا قلت أطمن عليك عامل إيه مع الموزة البلدي بتاعتك ما تحترم نفسك بقى وبعدين مشوقتك اقفل يلا دلوقتي مشوقتي إيه أنا بتاع كل لوات أنا جنبك أساسا وداخل عليك طلب لي أكل معاك ما تستعبطش ما فيش الكلام ده وحيات أمي جايلك سلام ما عليش يا سيدي واحد صاحبي مجنون شوية المهم أنت عاملة إيه كويسة قوي كويسة طب قوليلي بقى تحبي يا كلمك أنا عن نفسي ولا تكلمين أنت عن نفسك لا أبتدي أنت الأول لا أستمعك أنا اسمي علي عبد الحميد وبشتغل زبط مباحث لو سألتيني إيه أكتر مهنة بتكرهها في الدنيا حولك هيا شغل أنت المباحث إزاي يعني؟ والدي كان لقى شرطة متقاعد وكان مرشح يبقى وزير داخلية وكان وقته كله للشغل وطبعا بقى بقيت السيناريو أنت عارفاك أكبرني من أن أدخل كلية الشرطة ولما لقيت نفسي دخلتها قلت خلاص ما بديهاش نشتغل بقى مدام دخلني لو عايزة تردي ردي لا لا مش مشكلة تفضل كامل بس معا بس يا ستي وأنا ما أعرفش أبقى بحاجة وما أبقاش شاطر فيها أنا أصلا داخل شرطة بستة وتسعيل في المائة أمال أنت كنت عايزة تبقى مش هتتحكي أنا أقولتلك لا مش هتحك واتحكي فنان تشكيلي مش قلتليك هتتحكي لا مش قفضي معلش بس يعني مش لايقى خالص على شغلانتك لأنا عندي كمان المرسم بتاعي وخدت جواز كتير قبل كده بس طبعا الجماعة التشكيليين بقى ما بيقبلونيش يعني بيشوفوني كده أن أنا برسم على سبيل الوجاه طبعا اليوم بيقولوا من وراء ظهري ده ظابط ده مال وما للفن والرسم مع المشكلة أن حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين للمجتمع بيفكروا بنفس الطريقة في إيمالك بتبصي لي كده ليه؟ لا أبدا مستغرب طريقة تفكيرك أصل ده كلامي بالظهر موسيقى لو عايزة ترد رد لا لا مش مشكلة تفضل كامل بس معا بس يا ستة وانا معرفش أبقى بحاجة وما بقاش أطر فيها أنا أصلا دخل شرطة بستة وتسعين في المائة أمال انت كنت عايزة تبقى؟ مش هتتحكي أنا أقولتلك لا مش هتتحكي واتحكي أنا فنان تشكيلي مش هتتحكي لا مش قفضي معلش بس يعني مش لايقى خالص على شغلانتك لأ أنا عندي كمان المرسم بتاعي واخدت جواز كتير قبل كده بس طبعا الجماعة التشكيليين بقى ما بيقبلونيش يعني بيشوفوني كده إن أنا برسم على سبيل الوجاه طبعا اليوم بيقولوا من ورا ظهري ده ضابط ده مال وما للفن والرسم معه المشكلة إن حتى الفنانين والمثقفين المفروض يكونوا سابقين للمجتمع بيفكروا بنفس الطريقة في إيمالك بتبصي لي كده ليه؟ لا أبدا مستغرب طريقة تفكيرك أصل ده كلامي بالظبط ما عالش عن إذنك أنا مضطرة أبشي طب استاني حوصلك لا 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 خليك إنتا أنا هاخد تاكسي مرتعبش نفسك لا تاكسي إيه ما أنا بقولك هوصلك طبعا أنا هامشي لوحدي عن إذنك لولو كيب راحتك لا واع واع جامدة الشكلها تلففك حالين نفسك جرعة كوكاهيم زيادة بس الحمد لله ربنا سطرها أنا مرضتش أبلها للشرطة بس أحاول تعالجوها أكيد يا دكتور مش حنسبها كده أنا عارف حضرتك أنت تقريبا المحامي نادل عالم الدين صح؟ صح أنا دايماً بتابع ضرامك حضرتك في التلفزيون أنا مسأل بيك يا دكتور حضرتك طبعا عارف خطورة حالة الأنسة أي أن كانت علاقتك بيها مينفعش تسبع كده أبعيدك هم تصرف يا دكتور مالكة كوريا مش مزبوطة ليه أنت مبقيتش عايزني يا إبراهيم مبقيتش عايزك إزاي والله ما عرفش تشوف إنت إيه؟ خلاص؟ اللعبة البلاستيك اللي كنت شبطان فيه عايز تمسكها بإيدك قدمت وبقيت عايز لعبة جديدة؟ زيقتي إيه ولعبة إيه؟ أنا كبرت على الهابل دا ستا كوريا تكبرت علي أنا كبداك نفسيتك عالية وبقيت باصص لفوق بايت عايز لعبة أغلى وأكبر من اللي في إيدك بايت مستر خاصني راكني عرف طولها همار مية ووقت ما عوزة رجع لها تاني هتروح فين يعني؟ أنت مالكة كوريا قلبها الشاهد والدموع كده ليه؟ هو مين اللي لعبة في إيد مين؟ دا أنت ولا اللي ربطاني بحبل ومسك آخره في إيدك يا كوريا اللي عارف أروح يمين ولا شمال إيه اللي مدايق؟ آه هي دي الفايدة بقه تمام زيقت مني يعني ماشي سبحان الله مع النزامان الحبل اللي بتكلم عليه دا كنت بتتعايق بيه قدام العيل في الحرم عيل جديد ولسه، جايه الحرم ومل بلده وخطبت كوريا كوريا، اللي ما حد ماش تستجرى ، هرفع عينه فيه وبالله صباح الفل بقولك يا كوريا Matteo أنا مش فايل الخناق دا واحنا خارجين عشان نتخانئ بعد كده لما تعوذي نخرج عشان نتخانئ قوليلي يا هيمة تعال نخرج ندخانك ماشي حاضر يا هيمة عموما أنا خلاص دفعت الفلوس بتاعت سلوما اللي كانت معطلانة عن الجواز وإنت عارفني لا عايزة شبكة ولا مهر ولا فرح ولا حاجة تكلف نص جنيه فضل أنا عايزة أتجاوز الشهر الجاية يا هيمة آمين؟ نتجاوز يا كبداكي؟ نتجاوز نتجاوز يا كوري وأنا في ديك الساعة بس مش على طول كده ده موضوع طويل عريض ومحتاج ترتيبات وقصص ومواوين ده ليه؟ لا ترتيبات ولا حورات أنا سيدي رادية ها؟ أقول له لا مالكة كوري إيه القفش ده أنت عاملك ده ليه؟ بقول لك يا هيمة لو مش هتنجز في حور الجواز ده يبقى أنا من طريق وأنت من طريق تمام؟ ما تبكلاه هي حلوة وهادية وبتتكلم زي أي واحدة مثقفة بصراحة فيها شعيب غير موضوع العباية ده ودي سهلة ممكن تقلعها يا عم لو على اسم غير ولا المشكلة مش الاسم المشكلة في المنطقة احنا مينفعش علابي ابن عم حميد باشا اللي كان بيهز الدخلية يصوم يصوم ويفطر على بطن البقرة متبايقش قوي كده برضو قالولو يا عم يعني إحنا خدنا ايه من البنات الكلاس يعني؟ خدناش منهم غير وجع القلب والقرف خلينا نجرب البنات ولاد البلد كده يمكن نرتاح معاهم سيبك مين أنا؟ انت عملت ايه في موضوعك؟ زبطت الكلام مع المحامي ده ولا ايه؟ شغال اسماعيل بيه بقى قارفني كل شوية هسحب القضايا منك هسحب القضايا منك ما يسحبها يا عم يورينا هو الخبرة ويقبض عليهم هو سأنا برضو عمل اللي علاقة وشغال نفاشت بنت مدمنة على علاقة الولاد المحامي زقاتها عليها وهي دي اللي هتجيب من الآخر بقى انتو شغلك وشغل رخيص يا عم قتلك خدني معاك في الأنتخة اللي انتو فيها دي بقى بزي ما كولي طف قضايا واحدة؟ طب تعلم عن الاسم كده هتلاقي لك هناك مثلاً ثلاث قضايا قتلى على عشرة ناصب على خمستاشر سرقة مش بعيد كمان اربعة وثلاثين مخدرات لا يا عم انا كاها تمام ربنا بركلك في اللي عندك لا صحيح يا حبيبي هم؟ هي حكاية تجارة الأفكار دي اللي شرحتها الجاسم حقيقية؟ مفيش حاسماع كده طب والله العزيم انها صدقت وعجبت هم؟ يا حبيبتي ما انتو لازم تصدقيا عشان انت لو مصدقتيش هو مش هيصدق بس هو الراجل ده ايه؟ ده لسه الاثنين مليون يورو لخسرهم معاك ما بيردوش وعرف ان انت مطلوب في مصر ولسه بيتفق معاك تاني لو رجع لليونان هتشتغلوا مع بعض يا حبيبتي هو مش راجل عبيض هو انسان عادي انا اللي انسان مش عادي عشان كده انا لازم اكسب هو لازم يخسر بس انا لسه برضو مفهمتش انت عملت ايه بالزبط؟ انا هفهمك عشان اكسبكي سواب طيب قول انا اشتريت شحنة سكر بتلاتة مليون يورو وهمت رايح بياحها للشيك كاسم بتلاتة مليون يورو بالشحنة والنقم هو طبعا افتكر وانضربني على افايا وهمت رايح للشيك التأمين مأمن على الشحنة بنفسه تمانا الحقيق تلاتة مليون يورو قامت المركب محملة وماشية في الميا لغاية ما وصلت للمياه الدولية قامت جاى مركب تانية تباعنا شلنا السكر من هنا حط نه هنا وهمنا مرجعينه الاصحابهم واخدين منهم كام؟ اتنين ونص مليون يورو بالل تلاتة قالنا ان السكر غرق طب وبعدي ما هو المركب اللي شلت السكر ماغرقتش ولسه موجود؟ هممم! ما احنا قبجنا né الراجل صاحب المركب داب نص مليون يورو فقال ايه بقى؟ قال إن المركب كت معرضة للغرق فاضطر يرمي السكر في الماء عشان المركب ما تغرقش يا ابني ايه وخلي عندك بق قلنا مسكين علب السكر الفاضية ورميناها في الماء وقلنا اللي مش هيصدق يشرب من البحر هيليام سكارة يلا هي عليك يا مروان يعني انت أخدت 2 مليون يورو من عند جاسب ومن التأمين 3 مليون يورو ودفعت بس نصف مليون لصاحب السكر ونصف مليون لصاحب المركب يعني انت طلعت من الموضوع ده كله بربعة مليون يورو مقفولين بالأستك الحمد لله ان انا معاكم مش ضدك ولا كنت اتحكت علي بس انت حبيبي وجايبلي خاتم بمليون يورو مالوش مسيل في العالم ده كله انا بحبك قوي وانا كمام بحبك يا حيبتي انت مش تستهلي خاتم بس انت تستهلي ألمزات الدنيا بحالها انت ورق العنب والا اهاهاهاهاها ادي يا لناسبك نوال اومي فازي فيها يا راجل انت ما تستبح الصبح تنفتح هنا بتتشاكل وانا نمت وانا عرفت نهم انا طول الليل قاعد اقلبها بالمالي السادة اللي تنام في فرش الجزء وتقلب عليه الاغراب وتبتل سر ومبانهم ما تبقاش مراته ما تستهلش العيش معاه يا دي النهار اللي ازرق من اوله ملك يا سلومة سر ايه واغراب ايه انت اتهابلت يا راجل انت انا اتهابلت زمان لما اتجوزت وطناشت على كل اللي بتعمليه اقول معليش وليها غالبان ربنا حرمها من الخلف ما يبقاش انت والزمن عليها لكن لما توصل بك الحال ان اكتنابت على عمارة كلها وتقولي للسكان ان المعلم سلومة صرف فلاسكوم كده تبقى انت مارة ناقصة وعلى رأي المثل بيناقص الناقص انا مالي انا مقولتش حاجة لا قلت انت عارف كل حاجة ايوة قلت هو انت لسه شفت حاجة دي ناغزة صغيرة كده بس ولو ما كتبتليش البيت ولا حتى نصه انا حوريك ايام اسود من نيتك السودة ايام 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 اي أنا مش هكروشك كده قدام اللي اسوأ اللي ماشواش لأ سوكات كده اللي إمه حاجتك قالت الناس أجبل ليه الملاكيش وكل اللي ليك عندي بشرق ربنا هتدهولك على دير المليك يا أخو يا روح اتنايل هو أنت فيك غرلثان جاتك الهم والفقر والغم جاتك ستين نصيبة يا ولا لا حاس الشان داوتش يا ولا بتغرقوا ليه هو أنت اللي هتاكله يا أما المكسب حلو هو ليه بس اللي فترة اللي فترة اللي انت بتعمله دهول قال لأ الشان داوتش الكبدة فيه مبزبزة هتفط منه حرام عليك اعمل لي الشان داوتشين عشان أنا جعانك دهو ونطلع على لحم بطن يعني صباح الفل يا سوك صباح العسل يا أحلى كوريا من ورانا ست الكل شكلك غزلتك رايق والله شاردة وعمالة دور عليها خبع الرجالة مالك يا بيتي يا كوريا وشي كاسفر كده ليهو عامل زي إسهالي العياة يا البيت راضي عليك ولا؟ ولا راضي ولا حاجة يا كوريا عمالت مرجحني شوية طلعني فوق وشوية تنزلني لسابع أرض بس الحمد لله لسه متعلق وما وقعتش قلتم على وشي بقولك يا دي يا سوك البيت هجر دي بيت نظيفة وش عبهر امسك فيها بقديك واسنان متبت فيها لغات مدرعة خدينت واسنان قربت توقع يا ثلاث انا حمشي عشان انا بطنة نفخة هتوا لسه اندوشتها والد خد يا امي الحساب فيه؟ حساب اي يا اخي الحساب يوم الحساب هد يا والد فضالي هكذا بالضربة اعمل يا ابني اشاندوشتها انا مكلتش من مبارح على اللي احن بطنة عناية عناية احلى كوريا مالك هستا فيه ايه؟ والوقت ايما مخبي اليوم اندول يا سوك ايه انا مخبي ولا حاجة هوا بس ما بيجيش على العربية عشان انت عارفها يعني بقى يدخني يعني اندب انت غالبان يا سوك بيبان عليه ما بتعرفش تاجد فيه بس يا هستا ايما لايف على واحدة جديدة يا سوك اقولك حاجة طب طب والنعمة دي والحيات رب وك انا مش عارف ماشي سادق يا سوك بس برضك انت بخبي عليا حاجة وانا مش هدوس عليك عشان عارف انك مش هتقض في صح سلاح الكوريا والسندوشات انت بقيت شطورة قوي يا سندوستي وانا بفكر من الشحر اللي جاي اعملك مرتب عشان انت بتتعبي معايا قوي ياريت يا اختي ياريت خليه مرتب كبير زي بتاع الحكومة تعرفي بقى انا خليلك المطرح دا يرقص رأس كده طب بص يا حبيبتي اناش هخلك فيلم دلوقتي على الايباد هدوس لك بس بليت وعلي تتبرج علي هيرد علي اه هدوس فينه هنا هوق فيه ايه؟ مالك عاملك كده ليه؟ هو انتي لو ما قلقة في حاجة ناحية خطيبك ولا جوسك بس مش عارفة تمسكيها في ايدك تعمل ايه مقلقة؟ يعني ايه؟ الوضهيما ده؟ أنا عجنة وخبزة وقريقة أكتر من أمه اللي خليفته وماتت والوقت فيه وراح وارك بلير ومن دور شكله عايز يبعني عايز يفلفص ويخلع يخلع؟ ما يخلع في الستين ده ياهو ده يتزعل عليه أنا مش وعمل طيقات زيه أصلاً يو ما تحترمي نفسك يا بيت وتكلمي عادل ده مهما كان برضاك خطيبي ببقى في يوم القيم جوزي وأبو عيالي وفرحانة قوي خطيبي وجوزي وأبو عيالي هو ده منظره منظر جوز وأبو عيالي ده فالجر بس بقولك إيه؟ ما تخليش الفر يلعب فعيد بكتر ما هلاعب سيبك إختي من الخرط اللي بتقولي ده وركزي معاي مش أنت يا إختي المتنورة المتعلمة بتاعت المدرس والجمعات وليه ليه بيقولوا إيه في الكتب الكبيرة لما البت من دول خطيبة يبقى هيشرد منها بتعمل إيه؟ بترجعه زيه؟ اللي زي إبراهيم الكتب تعلمك إزاي تهربي منه مش إزاي ترجعيه سداي بالله أنا غلطانة أني استعنتك واستعبرتك وجيتلك لغاية عندك عشان إسألك وادخلك في خصياتي صحيح ما أنا بسأل مين؟ كاني حلو نفع نفسه أوعي إيه، أنت ما نمتش ولا إيه؟ أه مطبق من المبارح إيه اللي نلاحس عقلك هكب؟ ولا نلاحس ولا نيلة، من المؤمن الواحد ما ينامش في الشغل طب أجنبك أنه أنا هلحي أحوار مع بنت الكايبة دي واجيلة أشتح؟ أمن الممتش مش شغلتي بس عناية نعم نوال ايه هو انا معرفش اشوفك غير لما اقولك اني هقولي لبرنسيسا على شغل الليل واخره ويه تاني كب كده حبيبتي كل اللي ببطن اعله انت بتكلمني كده ليك بداكي ان كنت نسيت اللي جارة هتدى فاتر تنقارة انا مش واحدة لمؤاخذة تاخد منها غاردك وتقلبها في ارشناتها وصيغاتها وتديها قفاك لا يا حبيبي انا مشيت معاك تتاتا عشان حبيتك لكن انا واحدة بتسيناس ومحترمة لا والصراحة مفيش انضف من كده وايه كمان تكونش فاكر لما تديني الوش المغبر ده هتخلص مني تبقى عبيت انا من سنترال يا اخويا تخش تعمل مكالمة وتمشي لا سنترال يا نوال ومدتك معايا خلصة والطيب احسن من الوحش وزي يا حبيبتي ما انا وانت دخلنا بالسرسابة هنخرج بالسرسابة لا من شاف ولا من دير يا نوال لا يا حبيبي ده انا عاملة زي الشوكة اللي ما تطلعش غرب الدم انا بقى هقول لكوريا وفطامها على الليلة كلها انت غلبان يا نوال ايو عكوني فاكرا نفسك قرح انت يا بيت ما تجيش ضافر في كبداك ايو عكوني فاكرا ان انا خايف منك ونازل قبلك عشان موضوع هقول لكوريا والهابل ده لا فوقي ده انا راجل ولو حتقولي الكوريا على اللي حصل اقلحة من رجلي اليمين زي ما قلعتك من الشبال وعيش برنس بس انت بقى هتعمل ايه يا ماما لما اقول لي جوزك على علامات اللي انباسك وعدلوا الحسنات حسنة حسنة واوصف لقودة نمو والملة المكسورة وغيره وغيره يا نوال متلعبش مع كبداك يا نوال انت مش قد يلا عمتعوني جور من حتة الناكسة دي ماشا يا اخويا احاسب وحصلك عليش يا استنوال ساعة شطام متشايريش نفسي هم الرجالة كده جنس كلب يسمعني حين يراكسني كلمات ليست كالكلمات وبعد ما ينون مراده يخلع بس بقى خلاص لا انا كده مش هبقى متطمن عليك بصي هاتي رقم تليفونك هرنالك من عندي وبقى اتكلم متطمن عليك ماشي خلاص بقى خداست الناس انا ههبق وهبقى اتكلمك هتطمن لا حول الله نجوان نجوان موبايلك بيرين بديت ان امريتك لحد نجوان مصر 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 انت ابو نجوان؟ ايوا هحل انا والله العظيم ما كلمتِ حد ق分ه غيرهم انا كنت بس بطمن والله اصلي! مماظ تعبان... انا مش اقتلك. مت элем مش حين? اي. مش قولت. المتديش منه لحد? قلت قلت او ما اي قلت او ما قلت? ايه. 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 هتوددي نفسيتين دائية يا بنتي الكلب. لاكفاية يا ع�ى. اه. هتوددي نفسيتين دائية. انا أنا خدت فكرة سريعة عن القضايا خيب وإيه الأخبار بقى طمنا أكيد مش هقابلها أكيد طبعاً المحامل اللي يبقى القضايا زي دي بقى بينتحر ممكن حضرتك توضح لنا كلامك شوية القضايا دي خسرانة خسرانة الحل الوحيد إن بنت حضرتك وجوزها يرجعوا الفلوس ويتصالحوا مع البنك جرايا أستي السمير أنت مكبر الموضوع ليه ما أنت أما خدت براءات في قضايا زي دي يعني إيه مفيش حل تاني طبعاً في حل تاني إيه؟ إن المتاهم أتسلم نفسها ونحاول ناخد لها أقل عقوبة ممكنة من سبع لعشرة سنين من سبع لعشرة؟ مفيش من ثلاثة لستة؟ سلامتا أمو حاسن دادادا بالعين ومن حسد سلامتا أبو حاسن دادادا مش هل تعبارك؟ ده مكنون إيه اللي انت بتعمله ده؟ انتقل لي جمك هنا ما أنا لفيت عليك المستشفى كلها في الآخر تلاقي ديك في القوضة دي مش إحنا قلنا مفيش مجي المستشفى تاني؟ يا قبلة أنا جاية قانوني ومعايا تسريح ومختم ختم النصر إن أشوفك وقابلك وامسك ديكي اوعى كده تسريح إيه ده؟ هو يا قبلة تقرر العلاج بتاع أمو ناجوان ما أنا بصراحة قبلة بتلكك عشان أشوفك يعني طب اوعى كده وارين التسريح ده إيه ده واحنا مش هنوديه سوى اللي إيه؟ ونوديهولها ليه؟ ما هي هاتيه تغسل هنا وبعدين ما أخطي تليفون جيرانها عشان مطلوبهاش على تليفون جزها أنا قبلة أخطعم الحساب إن إحنا نروح أنا وإنتي يعني ونركب تاكس ونقسم الفلوس أنا وإنتي يعني تاكس؟ ما تبعذرش فلوسك يا أستاذ باشالها الحاجة أهم وبعدين امشي بعشان أنا ورا يا شوك يا أحلى منهم كلهم اديني قلبك راه خدي قلبي اديني قلبك يلا هو يا قبلة إيه ده؟ انت بس حبيبي هيا يا أولي أنا مش قلتلك أرجع بالليل ما شوفش خلقيتك هنا تاني اخفى من وشي دلوقتي يا سلومة أنا عفري في الدونيا بتتنطط في وشي مش مستحملة غزالتك أنا قلتلك ملكيش أعاد معايا يا أنا يا الله وعملت بس قلتلك واخروجي كده بأمان الله بأدب وكرامة بدل ما تروجك وألم عليك انخل خلق مين اللي تفربوا معايا يا رجل يا داعس بقى تفتعيني واتعيني لشوية السكان معاقفنين انت ولي يا خينة وتستهل قطع إنسانك وأنا بقى هربيكي واعلمك الأدب إن قالت معلموكيش انت هتبدي إيدك علي يا رجل يا داعس ده ناشرة من دهمة خلي الجرال الهانة ينفعوك لدعم قلبك عليهم يا ولاية يا خايلة اوه يا رجل يا عرّة اوه يا رجل يا عرّة اوه يا رجل يا عرّة يا ولاية اوه يا رجل يا عرّة بقى لا رجل يا مستعملة اوه يا عرّة يا عرّة يا رجل انت مش تفعل ناصل إت مرة واحدة في حياتها اوه احترمها يا رجل انت نعم انت تلقى طلق بالتلاتة وتحرم علي زي يوم وقت ومنتي لا 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 يا رجل ما أقوله يا حبيب تقالي معي يا أخي لو كان يستعلك والناول أجوزك سيد سيده معا بيش يا حبيب مشاكلين يا مسوق برا يا بنتي مريد أخلى معكو يا بنتي بيتين فيني البت ووشي أهي مجرمة السلام عليك ورحمة الله بابي 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 بحشتني قوي يا بابي بحشتني قوي يا بابي تلو حشتيني ما انت زال فلو زال أمره ما بيتكلمنش لي معلش يا بابي كل مرة بيبقى فيه سبب وبعدين كنت مستني أروح بدري في مرة عشان أتكلمك مكلمة طويلة آه رجعنا زي زمان بقى أيام الشركة بتعودي بالشهر ما بيتكلمنش ما انت عارف يا بابي لما بقى مشغولا مش بعرف أتكلمك وأحب فيك برحتي وانا كده بتطمن أكثر لما بيترديش وليلي يا هايدي أطبار المشروع إيه ماشي كويس؟ مشروع؟ بسميه ده مشروع؟ آه يا طارق ده مشروع وماشي كويس قوي ممكن بس حسب نوع التلفزيون بس انت بسموح لي بتعملي أي حاجة أهو قال لي ينفع هايدي المحمة اللي انا رحت له رفض القضايا بس انا مش هسكت انا كلمت اتنين محميين أكبر منه ما تكلمش حد يا طارق خلاص ما فيش فايدة ما بلاش التشاؤم ده يا هايدي انت ما تكلمش إلا ما أقولك فاهم؟ مساء الخير خد خد ستوري نفسي خد خد ومعليش بقى خلاص ما تقريش في روحك كده خلاص وإيه اللي كان حصل عشان كل ده يعني؟ انا نوال الرجل الخاسيس الندلي ده وقت يطلقني عشان قلت للمسوك وتقول لكم انه سهرب فلوس تنكس البت طب مع حركة نقصة منك الصراحة يوه ما ما يفقش تفضحي جوسك قدام الخلق كده ايوه ايوه يا أختي قولي انه كان معاه حق ما انت شامتانة فيه هو انت كان يجي في أحلامك اني تزل كده ولا ترمي الرمية دي ده انت لولا المالة ما عايزاني اطلع من عندك وتعمالي فرح ماشي انا مش هرد عليك مسا عشان ايه؟ عشان خاطر الظروف اللي فيها عشان انت ببيت ببيتك؟ وكبان بتعيريني عشان ببيتك وما بقاليش بيت يوه يا خلي عند اهلك دم ده لسه لحاكم تحتيد الراجل جاتك البالة بقولك ايه؟ ببيتك؟ بتعيريني؟ انا حصارتي من فكيت يا بعيدة والله انا فردك يا قارية شخصي ببيتك بدأت نزع يا بناتك قلوه بنت حلال مصفي ده انا كنت هيكلمك اتمن عليكي بس قلت سيبك كده يومين مع نفسك انا سلم وقراشنا ومش عارف اعمل ايه ولا روح فيه بردك ده كلام تقوليها استنوال جاك تعوون ان كنت تريدين الساكنة ازبطلك اي مكنة واحنا مش رجالة نسد برضو ولا ايه بس انا خايفة حضيه عارف عيب عليكي تعوون بيري الاسرار اللازم بلا قرار طيب طيب انا حنزل دلوقتي وانا هجيلك في المكان اللي جنب القهوة ساعة ما اتكلمنا اخر مرة نفس المكان اللي كان اللي مؤخذة بيجمعنا سوا واول ما وصلك هاخدك وانحب للمشكل سوا الشكلهم غريب قوي قريب جوزك دول ليه بس دول ناس طيبين قوي في منتهى الزوء ياريت كل الناس زيهم ايه اللي غريب فيهم بس انا مقصودش حاجة بس لغيتهم غريبة كده وهيئتهم كمان واحدين مشوا على طول كده هما تلاقيهم عشان مش عارفينك فمش عايزين يحرجونا يعني فعشان كده مشوا ربنا خليهم لك مادم بتحبيهم يا رب كنت مستعجلة انت اول مرة اللي فاتت معه زي ما انت شايف انا الواحدة هنا في المحل فلما بامشي باطر اقفله خالص فعشان كده بس اقولك على حاجة انا كنت مبسوط قوي شوية اللي قعدناهم دول صراحة وانا بجد بس انا عايز اسألك سؤال دول يعني انت انا اكيد شفت وقابلت بنات كتير اللي مخليك مصر عايز تشوفني انت قابلني ده عايزة صراحة انا نفسي مش عارف بس في حاجة غريبة بتشديني ليك وكل ما حاول اشغل نفسي باي حاجة الاني برضو بفكر فيك وعايزة يشوفك هنجيش تفسير بقى للحالة دي انا باموت في دحكتك دي طب بس عشان انا بتكسف قولي بقى انت جاي بس عشان تقولي تلمتين دول وانا بصراحة كل مرة ببقى جاي عشانك بس ما بقى محضر سبب كده اي كلام تلكيكة يعني عشان لما تزنق اقولها على طول طيب والتلكيكة ايه المرة دي الودة اللي كان جايلي استدعاء النيابة خطيب قريبتك هيمة إبراهيم مالو الودة شمال وسكت ومش سلك بعدين ما هارفوا كلهم مسجلين بعدين مش شبهك ولا شبه قريبتك ويهبت تجدع عن ضيفة وبنت بلد فقلت ايه انا اقولك عشان تقولي لها تبعد عنه وتشوف حد تاني حسن بتحبه يا سيدتي انا مؤمن جدا بالحب بس مرضو الحب لازم يكون للإنسان الصح يعني انفعش انا اشوف واحدة مسجلة ولا محكومة عليها بعشرة خمستاشر سنة واحبها ده ما يبقاش اسم حب ده يبق اسم عبط بتعملي ايه؟ ملكش دعوة بيا بتعملي ايه خلاصي؟ بقولك ملكش دعوة بيا انت مشترتنيش على فكرة مين اللي قال؟ انا اللي قلت خلاص بقى ما تزعليش خلاص بقى ما تزعليش انا كنت امتقل حبتين خلاص بعدين انا لما شفت النمر بتاعت مصر انا مخفتش على نفسي انا خفت عليك انتي انا لو جرالي حاجة انتي هتعملي ايه من غيري؟ هتبقى لوحدك شفت بقى انا خايف عليك ايه؟ وقتك ايه اسا ايه تزعليش عشان خطريني وانتي مش هتبطلي العيشه اللي انتي عايشه هاديواig مفروض عيش إزاي يعني زيك كده زي؟ ومحدش عايش في الدنيا دي غيري أنا وإنتي يا إما تعيشي زي يا إما تعيشي زي ما إنتي عايشة كده بقولك إيه خلينا حلوين كده مع بعض وبلاش جوا النصايح ده عشان بقى قديم قوي بصراحة وعمره ما جابها أمو ده ياسر الزبط ردي عليه ردي عليه وقليله زي ما اتفقنا بالزبط هلو؟ أي يا سربي؟ بص أنا هكلمك بسرعة عشان ممكن يخرج في أي لحظة هو ما بيعملش حاجة غريبة بيبعاك كتير على آيفون وبيلعب جيمز بكلم واحد اسمه بو طالب بي وبيقول قضية وأسامي زي هايدي وماروان لا ما عرفش بالزبط تفاصيل المكالمات طيب أوكي حاضر هعرف أقول لك أوكي حاضر حاضر ميشي باي ميشي باي أفلت قالك ايه؟ عايز يعرف تفاصيل المكالمات بالحرف أكن هو اللي بيسمعك قلت له حاضر إنسان غابي وتافي أخوه مش كفاية بقى الزفت ده برافو عليك رميتهم؟ تصدق أنا كده هبطل؟ قد إيه الحل ده كان غايب عني وكنت محتاجة واحد زيك يجي عشان يرمين من قدامي ويفوقني يا بني الحوار أكبر من كده بكتير أكبر منك أنت شخصياً انتصار أنت مفيش فايدة فيكي أنا حاومي أقضى بشنتتي عشان نرجع مصر انتصار انت يا زبت يا انتصار انت هتفضلي عدالي كده زي الكلب الأخرص اللي لا بينبح ولا بيقرب النجاسة يا انتصار يا انتصار أيوا يا أخوي حضري للوق مطفحة واخسلي موعين المطبخ اللي عفينت دي وضربت رحة الشاقة بدل ما انتقعدة كده لشغلة ولا مشغلة حاضر يا أخوي شوفي يا أختي مين اللي بيخبط حاضر حاضر يا اللي بتخبط سابو طالب بيه؟ السلام عليكم اكده كله تمام يا ست عايتي ميرسي بجد يا أستر شكري تعبتك معايا ما تقوليش الكلام ده احنا خدمينك يا ست الكل طب انا هدخل اقفل واصحي صندس ونطلع ننام انا تعبت بجد من السهر النهار با واللهي قطر ألف خيرك بتخرجيها من البيت بدل الخنجة لازم تشم شوية هوا وبسم الله ما شاء الله دلوقتي بتفهم زي وزيك طبعا اذنك ربنا يسعدك ربنا يسعدك معلبي سلام مع السلامة انت فيني يا راجل يا طيب بقى لي فترة من الزمان مستنيك تهل في الحارة شيخ ناصر ازيك اخبارك وعاشتني واللهي معلش أشوية مشغولاتك ده عامل ايه كيفك تمام؟ تمام الحمد لله السلامة عزيه شيخ ناصر في حاجة كل خيري شو الله انا كنت عايز اتكلمك في موضوع كده اخي شكري امرنا يا سيدنا لقدامة الامر الله انا كنت طالب القرب منك على سلة الله ورسولي ايه ده عايز تتجوز سندس لا 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 انا كنت طالب القرب منك في بنتختك سلسخ خارج hay ya 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 المترجم للقناة 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 ليه هم نظرة في الناس مختلفة غيرنا ما شاء الله علي زبط اي وزفتي ايه؟ هو انا نقصكي ولا نقصة زبط بتاعك؟ بولك ايه؟ انت عبر انا مش عايزك انا عايز اقعد بطول انت عرفي يا كوريا انتي تستهل اللي بيعملوا فيك إبراهيم بس انا هعمل بأصلي هكلم خلك وهطمنه عليك انا الحق علي ان انا قلقت عليك خليك ياشي خير معي كده ماشي براي ماشي تعملي لما ترجع ما عرفش طب رجعتنا ليه يعني مش فرق هناك زي هنا بالظبط وانت فكر ان انت لما ترجع مش هتلاقي نفسك هناك مثلا مش هتلاقي ان قدر قاعد مستنينك يا ابني الواحد ممكن يهرب من اي حد ومن اي حاجة انا يهرب من نفسه ازاي بقى اقولك يا سارة ما تنامي يا حسن بطالي بقى الحركات بتاعتك دي حملالي عقلة وفيلسوفة وكل ده عشان مش عايزة تحسي ان حياتك تفهة مقلمك بقى حياتك تفهة وحتفضل تفهة على فكرة انا حياتي مش تفهة خالص على اقل ما بهربش من نفسي لا ده انا بقعد معاها وبنتكلم وبنتحاسب يا نادر ومتفقين على كل حاجة انا بعمل يا دي يا سوكا يا والا ام يا والا اوه طيب عادي يا عربي عادي عادي يوح يا عم بقى اسمين ايه يا عم تعايل وقت وانت اخواني غفاين يا عم هلتك فع يا ابراهيم انت اللي قلت الكوريا اللي شغال في الكبارية وانت شغال في الكبارية ابراهيم انت هتعبيهم وانت عبيهم ليات وانا اللي مديك عربيتي بتستهدأ مانا طيب بس استهدأ بالله اهدخل العربية في الكلام اللي انت بتقوله ده داشتن ودخل بالكو يا كور والله العظيمة كباكي ما قلت لحاجة والله عرف لا بس ان انت شغال في الكبارية كوريا اصلا حطاك في دماغة وانفكرك ان انت مرافق وحدة وانت عارب بقى كوريا لما بتحط واحد في دماغة انت عارب بقى ابراهيم والله العظيمة قلت لحاجة هاي يا اخوي استهدأ بالله يا حبيبي استهدأ بالله استهدأ بالله واسترجل كده يا واد انت خايف منها ليه؟ هي مسكلك زلة ولا حاجة وبعدين انت راجل يا اخوي تعمل عمتك وتلف عمتك تشتغل بقى في كبارية تشتغل في الاعارة انت حر استرجل وشكمها يا واد غايف ابراهيم ده لو استكينا عرقابتي يا جدع سرك يدفن معايا يا سلام هو مقدرش على الحمار هيتدور على البردعة مادر الحمد الله على السلامة يا حبيبي وحشتيني قبل الله اسلاميك دستور دستور يا هل الدار دستور يا هل الدار صباح الفل يا استنوال يا رب كون ارتحتي وعرفت تعادي في فرشتني المتوضعة زي الفل في تعاون نعمة من عند ربنا دانولولاك كان زماني مرمية في الشارع كلاب السكك بتنهش في لحم يا استنوال انت مش عارفة قيمة نفسك انت سكت محترمة ايه وان بس الدنيا هي اللي ملعبكة معاك بتفكريني بمدام فاتن ولا مؤخذة حمامة في فيلم اريدو حلق وانا ميردنيش البهدلة اللي انت فيها دي روح يا شيخ ربنا يكرمك ويفتحها في وشك بصي بقى يا ستي ربنا واحده هو اللي يعلم انت زي اختيك وانت ما شاء الله جمال وجسمه ورسمه وعود ربنا يحميك من الميكانيكي وعيون الناس بصاصة وانا ميردنيش عاي الخبئ كده ولا خروق كده يلسن عليكي يقوله سبب بالجزهة وقعدة في بيت شاب أعزب مفتول العدلات ولمه أخذم وسجل خطر وسمعته زي النيلة طب والعمل ايه؟ لا 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 العينين الحلوة دي ما تعيطش انا حجزتلك في بنسيون قريب كله حريم ما بيعديش من جنبه دا كرباطة حتى هتعيش هناك معززة مكرمة وانا هتكفل بك من كفة شيء عشان تبقي بعيدة عن ايد الرجالة ولسنة الخلق وانا اللي قاعدة عمالة اقول تعون دا صايع اللي مؤخذة يعني اكيد جايبك هنا عشان طمعان فيك وعمالة اسأل حيحاول امتى يجيب رجليكي اتاريك ارجل من كل اللي عرفتهم في حياتي السودة طب ايه رأيك بقى؟ ان انا خلصت شغل وروحت مغير جاري وجاري عشان اجيبلك فطار عارف انك على لحم بطنك من المبارح يلا بسم الله شوية كباب وكفتة بس يستهلوا فمك كمان كباب وكفتة دا لسه البلد فيها رجالة ايه دا حبيبي؟ صح النوم دا انا قلت عمالي لوم على السريع كده مرضيش يا زعيجي عشان تميني فطار اعادي اعادي فطاري انا مش عاوز افطار بص بقى يا مروام انا عاوز فلوس الي عندك وبعدين انت ممكن تفاهمني شايل فلوس بتاعت الحاجات اللي احنا عملناها سوا عندك انت ليه؟ وانا سايبني كده عاملة زي الشحات بس ما تقولي ازاي؟ يا حبيبتي انت تقموري وانا علاية التنفيذ وبعدين فيش عار في العالم دولاتي بقولك انسى الكاش لازم تنسي الكاش خالص وتعاملي معي على اني فيزا اطلبي وانا جيبلك لا يا سيدي شكرا انا بقى فقرية عاوز امسك الفلوس كده ورق واحسها واصرفها ماشي يا فقرية ماشي في عشر تلاف دولار جوا في الدولاب خشي خديها عشر تلاف دولار بس؟ ده غير صهرة في مكان انا وانت اللي لدي تحفة طيب يبقى انت هتيجي معايا الاول للمحل عشان انا شفت فصان هناك عجبني وحاوز اخد رأيك فيه يا حبيبتي انت من احلى عشر ازواق في حياتي شفتوهم انت اختاري بس اللي انت عايزاه وانا اكيد هيعجبني لان الفكرة عندي في الحشو في الحشو الله او ملحق اخذ الفلوس احسن تغاير رأيك او تدخلني في عملية من بتوعك وتخسر همي او ملحق دلوقتي الراجل معاه العلوان التفصيلي اللي ماروان ونجوان قاعدين فيه ايه شو بقى بوزازة اوه اهه لقى دي قنينة انينة مش ضروري يا بابي كل مرة اتفكرني ان ماروان ونجوان دلوقتي مع بعض انا هموت وافهم فيها ايه بس نجوان الزفت دي بس عادي هي الزبالة مبترميش غير مع الزبالة اللي زيها يا سلام وكان حد قالك تختاريه خلونا باللي احنا فيه المهم ان لما نلاقي الزفت ده هنعمل ايه بيه بقى هو حريضك فعلا ناوي تدفع لهم خمسة مليون جنيه خمسة مليون ايه خمسة مليون عفريت ينططوه يا امي عفريت حميبتي لق يا روح اميبت مش عفريت ولا حاج ده دي حاجة بتيجي هلوح بسرق اوه يا عادي بجد ايه الاسلوب والطريقة اللي انت بتكلمي بيها دي من عشر القوم لا طبعا مش هتفعله خمسة مليون منين انا حقيت خمسة مليون امه خمسين الف مئة الف عاكم امه لفيده ويتفلق بيه هم هو المهم يا بابي هتعملوا ايه بالعنوان هتروحوا يعين تضربوه وتتخنقوا معه وتاخدوا منه الفلوس ولا ايه مش مهم العنوان المهم ان انا اخده من الزفت ابو نجوان ونديه النادر ونشوف نادر هتصرف ازاي نادر برضو يا عمي نادر تاني قل تلك مئة مرة نادر ده انا اللي مربيه وانا واثق ان النادر هيعمل اللي في صالح نحنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اهلا 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 بصف الله عظيم اه اه انا عاوز اقول حاج تفضل يا فان تفضل اه اهلا ايه حكايت اسم النجوان اللي منتشر على فجأة ده كان فيه ولاية غالبانة بتشتغل في المشتشفى اللي كان فيها هيمة خطيب عاصلي برا هي كان بتلمز بلها وتمسح وكده وكان برضك اسمها امو نجوية انتي مش مبارح ترطيني من قطتك بتحشرين نفسك ليه في اللي ملكيش فيه مش كل واحدة اسمها امو نجوان الزفت تبقى نفسها اللي انت تعرفيها ايه ده انت عابلتها بيته ولا ايه؟ وقميني يعني حزينة ومينكسة ومفكراني بلعت لساني؟ ما تقول لاعي؟ حق اعلاني بركز معانك في اللي انا فيه ده؟ استنوا يا جماعة امو نجوان برضو شغالة في مستشفى انا روحت له كوريا كوريا؟ غريبا ان الانيسة كوريا تعرف ام نجوان ملك استنيها تفتح طب استبر عايز اطلع عشاء اجيب كرشوة خلص عليها بقى انا براهيم كبداك اللي بيتهزله بطن البقرة تمن يتعامل فيها كده وفي مكان اكل عيش يا طعون اهدى بس يا هيما دي مهما كان حرمة برضو ومهما كان كان بينك وبينها اتكى على الراحة وبالعقل يا كبداك كله بالمخة بتاع الكبدة انا عايزك بقى تهدى عشان عايز اسألك على حوار حوار ايه؟ البيت نوال ملا تلزمك خصك خصك لا تلزمني ولا خصاني بس ليه؟ اطلع منها مصلحة حلوة يا عم مصلحة ايه؟ ده بيت ناشفة لو عصرتها مش هتنزل حتى طراب عيب عليك يا كبداكي هعصرها وهسنفرها وهخليها دريمبرج سمع عليكم تعال يا سوك مش فاضي خد ياه لسه قافش ولا ايه؟ وربنا اللي كنت عميان مبرح وشاربت الصبح ومش شايف قدامي بيته كوريا جتلك كبريوة وسخت معاي كبداك ايه؟ وخلاص ياد قالك ما تقفش انت هتعمل فيها مونة الشازلي اقعد يا عم لا مونة الشازلي يا رامل حسيني من الاخرى كبداكي انا زعلان منك في حوار تاني حوار ايه؟ كده برضه كبداكي بقى تروح الكبريوة يا راجل في رقصات وتسيب اخوك طب خد نشتغل معاك كبداكي في الكبريوة على نعمة ياد يا سوكة تموخك على قدة ياد الكبريوة اللي انا شغال في ده بيغني فيه مطلبين كبار ليهم اسمه وصيد انت لسه كدكوت يا سوكة ولا عشان جبتك تغني بفرح اختي واهدان هتبتكن نفسك عدوية ايه؟ ده انت كنت بتغني على حسك بداكي معلش يا عم تعون معزور انت قد يا سوكة لسه في مرحلة طهور سبوع بس تغني في كبريوة كبيرة عليك علي يا نعمة ياد يا سوكة اول ما تعدي مرحلة طهور دي لازفتك من هنا لحد الكبريوة بس انت تعديها في لوسلة الدهانه ده اللي زي ده يخش عليه ثلاث عيل جدعان كده اهو يقلعوا ملت ويطلعوا الورقة من تحت جلده قدام بتقول انه مخبيها في هدوم يا ده الكثوف يا ولاد مين ده اللي حيقلعوا ملت عشان هل حقق بطي وشي يوه يا خالتي ايه اللي همجية دي اه لا 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 بريز بلاش نلجأ للعنف لان انا ساعة العنف بقى معنوف قوي عنف يا بالحاج ده واحد نصابه عايز ينصب عليكو نصبة ايه ما احنا ممكن ناخدها منه من غير ما نضربه ولا نقلعه ولا حتى ندفع له ازاي بس يا طارق؟ نخلي مراته تجيبها لنا منه مراته ايه يا راجل؟ مراته تعبان عمو حالتها منيلا بستين نيل اه طب انا جات الفكرة طب قولي قولي بسرعة ايه الفكرة؟ مش كوريا بتقول انها تعرف ام ناجوان اه وبابي بيقول انها عيانة اه نخلي كوريا تروح لها صح وتخلي ام ناجوان تجيبها منه لا نخلي كوريا هي اللي تجيبها منه اه انا؟ ده زاي ما ان شاء الله؟ انا اللي هترابه ولا انا الهلاع بطلي سخافة بقى واسمعين انتي هتروح لهم وهتخدي لهم معاك عصير ام ناجوان تعبانة هتدخلي انتي للمطبخ وهتصب العصير وهتحط فيه منوم لابو ناجوان هيشربه هينام هتاخدي الورقة وتجيبيها عليها برافو 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 تاتش هود دي بنتي هايتي انت الجناني مرسي بابي هاي؟ لبسو يا ولادك شيلي ايدي بنا الاولتي؟ شيلي حبيبتي ده احنا لبسنا وقلعنا ثلاث مرات اوه 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 اخذيهم بقى لا 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 انا لازم ما ادخل شريك في المحل ده ايش المعنى؟ انا بقى لي ساعة واقف برا مش عارف ادخل من كتر الزبايا ما شاء الله ما شاء الله انت هتحسد ولا ايه؟ ما فيه حد برضو يحسد نفسه ايه؟ يعني انا بالنسبالي انا وانت واحد فا اكيدي انا مش هحسب نفسي لا براحل الكلام ده كبير قوي طب انا عارف انه كبير بس احنا لسه ماعدناش لمرحلة اللي تسميها ايه انت؟ انك بتلاقي تلكيك عشان تجيلي والله عندك حق ده انا برضو النهاردة متلكيك عشان اجي طب والتلكيك ايه بقى؟ دي؟ وايه دي؟ انت شايفة ايه؟ انا شايفة ساعة بس المين؟ هيكون لي مين يعني؟ اش عرفني؟ انا احكيلك انا فكرت فيها ازاي؟ وانت تعرف يا المين؟ قول بص يا ستي انا فيه واحدة بفكر فيها 24 ساعة ليل نهار متعديش عليها لحظة غير وهي في بالي كنت عايز اجيب لها هدية فاعدت افكر اجيب ايه اجيب ايه قلت اجيب ساعة عشان كل ما اقرب السوان يتحرك كأني بقولها انك بحشتيني بحشتيني طب حلوة قوي ما تديها لها؟ تفتكرها تفرح بيها؟ اكيدة تفرح بيها تأكيدة؟ اكيدة عشان كل ما اقرب السوان يتحرك كأني بقولك انك بحشتيني بحشتيني طب وانا بقى جبتلي ايه ايه؟ حسن مش ماركوا ايه؟ فادي حسن شاندويتشات يا والا؟ اه ما تحكتش؟ بس اللومت اتوصى بيها وحط بقى طحينة كتير حط طحينة كتير حط طحينة كتير آه، لف، لف، استنده وتشت في الورق علشان خطر الكياب دلوقتي بقت زي الدهب غلية قوي 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 وخلي بالك عبت الودك بدك تحت باطك لأن الوده هو هينفعك إن شاء الله وعلى رأي المثل سجد المنجد يدوت لحب زيادة يا والا كل نصيحك وصلت ياما بقولك ايه هادي اتنين كبدة ماشي واثنين سجوء ماشي يلا ياما تكل على الله شكرين يا حبيبي تكالنا على الله مال إحنا تكالنا على مين يا حبيبي يسمى الله عليك يا الله ما تخلي بالك من نفسي حاضر ما تخنيش مع أحد حاضر يا خون ما تخمنيش مساكل مع أحد عيني صباح الجمال يا أحلى شعر في مصر عين هنا بقولك يا أستاذ كلمة بيني وبينك كده أنا زعلان مع البيت بتاعتي ومحتاج حضرتك تكتب لنا كلمتين كده عشان يقربوا المسافات من حلال يا يا فوق ديسة كذب أنا ديسة كذب كلمتين من حدكم النصيب اديني يا أستاذ من حلال والله خش خليك دايما بصة وراكي هو ده أقولك حاجة أستاذ كمل يا أستاذ اهو كله هيجي على أفاكي أفاكي كده هتبعد يا أستاذ أفاكي يا أستاذ أعمي كمل عشان انت قسلت يا قلبي قسلت اللي مابينة وقسلت العيش والكنتاكي كنتاكي طب أقولك يا أستاذ ما تخليها كبداكي بدل كنتاكي عايز المستالك انت صح؟ أنا بقى عايز المستالك بتاعتمر حوسني وحماهي العلبة عدة بديد دول يا عمي دي أصل حاجة خد اديني أكيدكي كده اللي يتأتيه قريبكي يا أستاذ احنا بتاع بعدنا وإندي منا شغير بعدنا منا شغير بعدنا الله نحني كايثون وإنتي ليلى كايثون وإنت عملة كايثون وإنتي ليلى عمتار وإنتي عملة ما لها بتندينك رادا حتى ولو أخوية معلولة تعقىини هيا أستاذ والمصعب عشر16 بالك يا أستاذ boo حاكي الكبدا أستاذ مرحبا. مرحبا. سيبه، فأنا سأريد هذا الكثير. مرحبا؟ المنزل؟ فأنا سأترى بسرعة. لدينا لديك فرقا. لديك فرقا لديك فرقا. لديك فرقا لديك فرقا. شكرا. ماذا؟ هذا الفرق؟ أغنق؟ أغنق؟ مرحبا؟ أغنق؟ 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 لم ينديك فرقا لديك الفرق؟ في أغنق؟ أغنق؟ سيدًا سيدًا أغنق؟ 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 موسيقى 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 جاءت تنططي علي في مكان أكل عشي يا كوريا بس العين مش عليك أنا اللي أخدتك علي وديتك قيمة أنا اللي خليتك تتني وتتفردي حد ما افتكرت نفسك حرمة ما تيجي يوم ما تشوف الحاريمة عاملين ازاي بص نفسك بص نفسك يا كوريا تسترجلت يا كوريا لحد ما هتلعلك شانة بودقنا أنا عملتلك كل حاجة يا كوريا قلت لي ما ليش في الشمال يا إبراهيم جبتك في اليمين قلت لي ما عاوز أخطوبة تخطبنا قلت لي ما بعد عن نوال بعدتها عني وديتها بالجزمة عليها بإيه ده كله يا أمه ده أنا كبداكي اللي طوع منه ما تهزوش طريق صحراوي يا كوريا ده آخر الخط بتاعي معاك أنا نازل هنا يا أمه سلام ميش شكرا هل تقوم بحقًا بحقًا بحقًا؟ هل تقوم بحقًا بحقًا بحقًا؟ لا حسناً، لقد أغطيه مجرد هل يمكنني أن أتركًا؟ شكراً أميرات القلوب؟ هل تقوم بحقًا؟ الحمد لله أنا... أناس جيدة وطيبين لكنني أريد أن أرجع البيت عشان ألمي هدمتيني واتخنق مع سلومة الكلب وأخذ منه ورقتي الرجل الناقل زي ما يكون حيرميني لا كاتب لي مؤخر ولا قايمة لا لا ولا تروحي ولا تتكلمي ولا تزودها وأنا هبقى أجيب لك الورقتين بتوعك بس بتطريقتي خلص؟ المهم بقى تركزي معي دلوقتي تاخدي الحديتين دول تجيب لك إيه؟ هدمتين حلوين بس يكون فيهم تقم ملعلة كده وبروبرو ليه بقى؟ لأن أنا هخرج خروجة ما خرجتهاش قبل كده هعايشك في أمبيانس لم يحدث من قبل بس كده كتير قوي يا ستعون أنت جمالك بقت مغرقاني ولا كتير ولا حاجة أنت ست بالتحلال وتهرى وتستاهلي كل خير تصدق بالله؟ أنا شكلي فعلا بنت حلال وربنا عوضني بيه أهلاً السلام عليكم عليكم السلام اتفضل اتفضل يا بطالب بيه حضرتك تشرب إيه؟ أنا أولاً عايز بذلك أكلم نادر ضروري وشوية أهوة صغيرة أم أحمد نعم اطلعين دهي دكتور نادر من فوق حضر يا هاني تصور تصور يا بطالب بيه؟ نادر ما بيكلمنيش وكل ده ليه؟ علشان أنا مكتش موافع على الست اللي اسمهاها نجوان ودي كل اللي أنا قلته حصل وشفت حضرتك عملك فينا إيه؟ أبقى أنا غلطت في إيه؟ كل شيء هيتحل بمجرد ما نحل مشكلة هاي دي يا رب يا رب يا بطالب يا رب فيه إيه؟ إيه اللي الحاح والملل اللي أنت فيه ده؟ هو أنا مش اضرت لك ورأة أرضية وقول لك أنا مش هشتغل فيها تاني؟ جاي ليه وعايز مني إيه؟ دلوقتي أبو نجوان مع العنوان التفصيلي بتاع نجوان ومروان أنا هشتريه منه وهجبولك عشان تقول لنا نعمل بيه إيه؟ وأنا هعمل إيه؟ يا نادر إحنا مروان نصب علينا في الفلوس وإنت نجوان نصبت عليك في قلبك يعني البنة قضية مشتركة يا أخي كفايا عليك كده بقى حرام ارحمني قلتلك أنا مش هشتغل في القضية دي تاني خلاص ده كلام نهائي فضل أخر ببرا فضل انت إيه يا أخي؟ انت إيه؟ انت إيه؟ انت ليه مصر تخسر كل الناس اللي بيحبوك؟ إحنا عملنا لك إيه؟ انت ملك بقيت بني أدم ما عندكش علم إيه؟ الله صورتك نازلة في الجورنان والنورة دي عشان جربت القتل بتاعت أول مبارح قيب عليك جبت الواد في 24 ساعة نفسي بقى أخلاص من القضية الزفت دي ما تصور وهناقفش البيت هايدي دي من قفاها شدة حيلك شدة حيلي إيه؟ الواد نادر ده شكل وغوية قوي بيت في حضنه للنهار ومعرفتش تطلع منه بأي حالة خلال إنه بيكلم أبو طالب ومش عارف مين ومين وكده هايدي مش هتيجي في سنتها السودة خالص يا ابن أنا مش بتكلم معاك بعين بترسم إيه سحلك قوي كده هرسم جمالات كنت؟ 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 انا لا يمكنني ستكلم أهلاً أخ مروان شلونك؟ يعني إزايك بالمصري لك وحشة صدك؟ لا وحشة كبيرة بعد شلوه جاسم إيه جاسم جاسم اللي ضحكت عليه ولبستها العمة ولا الترطور مثل ما تقولون بالمصري عمة أي ترطور إيه اللي تبتل عليه؟ مروان العمة اللي عطيتني إياها صارت صغيرة ضيجة علي ما أحبها الحين أنا برجحها لك وأبي فلوسي بس ما أهم حاجة؟ عمتي وفلوس إيه؟ في إيه؟ أنت فاهم كل شيء أنت للأسف فاكر أنك الشيخ عنده في البيت بترول نفط عنده بير يغرف منه وقت ما يبي وهو مرتاح لا حبيب أنا شقيت أنا تعبت أنا حفرت الصخر حتى أصبحت ملياردير ولو أمشي وأوزع فلوسي على النصابين اللي مثلك يمين وشمال كان من زمان حفيت وتلقاني في جامعة الدول العربية شارع جامعة الدول العربية أشحت أو أنظف سيارات تعايز يا قاسم اسمعني يا مروان أنا مشيت معاك مثل ما تبي ما قصرت عنك عطيت كل تبي كل المجاريع اللي أنت اقترحتها أنا وافقت عليها شركة السكر شركة السشح شركة التأمين لكن للأسف نهايتها كانت نصب واحتيال اسمع يا مروان أنا أبي فلوسي الخمسة مليون يورو أبيهم بس حكيت في حاجة غلط وبعدين أنت عارف إن إحنا شحاننا السكر في السفينة والسفينة غرقت في البحر ولو مش مصدقني روح يشرب من مية البحر هتلا يمسك كارا شكارا؟ شوفوا شغلكم مالو البالح وهو وحش البالح ما سأل فلوسي كوريا؟ خير يا طعو؟ جاءت ترازل علي في محلة أكل عيشي ولا إيه؟ نازلت تحني يا كوريا فينا وللنا هربت نبتي ده أنا بقاطع رجلي لو أدخلت ترازل على حرمة صاحبي وهو مرمي في المستشفى أم العاوز إيه؟ يعني هكون عاوز إيه؟ مش كوافر حريمي دلم وأخذة ولا إيه؟ ولا إحنا في مركز الإبداع؟ كوافر يا رايز انت صح يا رايز تمام أختي بقى أخونا واهدان الصغيرة فراحق رايز وجايين نحجز له وقلت بالمرة رغي معاكي وناخد وندي عشان نعرف إيه بقى الموضوع اللي أنت عارفاه وأنا عارفه ومسكهولي الزلة شو فتعوه؟ الراغي هنا في المحل اللي الحريم مع الحريم بس ما بيخشش هنا رجالة ولا نصاص رجالة فاتكل على الله بقى من هنا دلوقت بدل ما وتربت أمي مش هقولك أستنى بما يخرج هيمة أنا اللي هفرج عليك أمي تلاقي لها إن الله وقتي خلاص؟ شتفتيني؟ طب اسمعي بقى ستة الستات هيمة خارج قريب وهندي مقصات هربان والحكومة بتدور عليه بس هو حتت في دناغه هيمة ولا ممكن أخلي حد يعلم عليه من حتة تانية ده أنا ساعت هيجيني تعقون على حق يلا رجالة لحسن حسن الأكشجيني اللي في المطرح شاحح مني سلام بقولك يا دكتور الله لا يسيقك أنا لا ليه في جو المستشفات ولا الحقن ولا البنج ولا الكلام ده أنا قلبي مقبوض وحاسس إن أنا روحي هتطلع لو عدت هلا أكتر من ساعة يا براهيم أنت عندك جرح كبير في مكان خطر وعمل لك تهتك في عدرات الكتف ونزفت دم كتير قوي مش مهم خرجني من هنا يا براهيم أنت محتاج راحة تمة ورعاية طبية على أقل كم يوم طيب تمام أنا هروح ارتاح في بيتنا هفضل قعد قدام التليفزيون 24 ساعة انت عندك تليفزيون؟ اخرص انت اكتب لي على خروج الله يكرمك أنا عندي فكرة يا دكتور إبراهيم أخويا أنا هروح معا البيت وأخدمه اللي هو عايزه أنا تحت أمره ما هو المسألة مش راحة وبس أنت عندك أدوية وحقن لازم تاخدها بانتظام ومحتاجين نتطمن عليك كذا مرة في اليوم لا اتطمن يا دكتور اتطمن انت لو عايزنا نخف اكتبلي على خروج احنا عندنا حلاق صحة بسم الله ما شاء الله ايدي تتلفف حريق هبابعته يديني الحق ان اللي حيك هتكتبها لي انت بتهزر؟ لا حلاق ايه وصحة ايه؟ نفيش خروج قبل ثلاث يام على قل ايه ده؟ وبيزع ليه؟ اابلاء اابلاء حلقاتلك كمان؟ اقولك انا من رأي ايه احنا نسمع كلام الدكتور نقعد سنة او سنتين يا سوكة اللي امتب نفتح العربية يا جدعي مش يا جدعي انا اخطفك يا جدعي مات ايه؟ 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 كوريا؟ الحمد الله على السلامة يا كوريا ليك وحش انت اللي طلع نعم ايه يعني قصدي طلعتي انت حشتني يا دعيم وانت يا كوريا داود مش باين عليك يعني انك فرحان ايه يعني شوية كده ايه؟ لا يعني ازاي ازاي يا كوريا؟ ازاي دا نمزقتا؟ مش باين عليك يا ابراهيم ما انت خطفتيني بردك انا قلت عملها لك مفاجهة دي احلى مفاجهة ده ايه المفاجهة الحلوة دي؟ مش كنت تقولي طب كل ازاف هناك من هناك لهنا ايه؟ دي حاجة تعدي كده عارف يا هيمة انا طول ما كنت جوه ما كنتش بافكر ان هاز اخرج عشان اعلم على راموني الرامية السودة دي؟ لا كل ما كنت اعود لوحدي كنت اعود افكر واقول يا رب والنبي خرطني ولو خمس دقيق بس امسكي دلوقت هيمة وارجعتان احاببتي احاببت يا كوريا بقى كان كل ايه بقى كان كل ايه انت بلتك اكبداك همم انت الدبلة اوه دبلتنا دبلتنا في جيبي في جيبي يا كوريا وقبل مدمغك توديك الحتة يا شمال اسألين الدبلة في جيبك ليه ابراهيم الدبلة في جيبك ليه ابراهيم ما اعرفش نعم بهالدر معاك يا كوريا اصلوا انا بساوي الاكل بتسخف وبتلسعني بتلسعني اوه كوريا بس انا كنت هلبسها برضو يعني انا لبسها لبس هتروح فين اه استديي خطبتي وهتبقى امراطي عوزان اقولها ايه اقولها والنبي سبيني روح اعط مع نوال شوية عشان جوزها مش فاضلها الله وانت تقول لها ليه وتعيد لها ليه مدام ما تجاوزتهاش مالهاش حاجة عملك مالهاش حاجة عندي ايه انت تجننت انا والا ده لو عيني رمشت واحدة بس بتعمل معايا الصح اه انا نفسي اعرف البيت القذعة المسترجلة دي عامللك عمل عند انهي شيخ عشان اعمللك عنده ده انا فرشالك خدي مداس وبتمنى لك الردة تاردة ده انا مفيش مرة بشوفك فيها الا الكلام يبقى عليها حتى وهي مسجونة ايه ايه ونيلت ايه يا نوال احنا حوارنا ده كله عواء ومليان مشاكل وجوزك ده انا قده يا ماما وقد عشرة زيه بس صاحب الحق قوي برضو ما انا قلتلك فكك من الحوار ده ونفض لها وحاجتك حاضرة انت راجل في الكلية وهي رد سجول وانا حقرب سلمة في عشته لحد ما يطلق وهخلي قابليها يكتب لي الشقة اللي احنا فيها باسمي يعني مش هياخد غرجاليب والزفرة وهو خارج ونتجوز انا وانت يا عيه اه ولو عاوز عفش جديد نشتري يا بيع سيختي انا شريك يا عيما وبحبك سلوما ده ما بقتش طيق انا فسوف وشي انت تهطلت يا نوال لأ وربنا تهطلت انت عاوزان انا وانت نتجوز ونقعد في الشقة اللي قدام كوريا دي كانت تولع فينا وفي ام الشقة خلاص نبيع الشقة دي وناخد اي مطرح في اي حتة فوقت بقى من موضوع الجواز ده خلينا كده احنا كده احنا كده احنا نوال مزنود شوفيلي اي حاجة معاك يوه عناية بص كده خضي حبيبي يا حبيبتي حبيبتي يا نوال ربنا ما يحرمني منك يا اخي كبداجي وانت يا اختي نوال انت ايه اللي جابك انا يا شيخ ناص ايه رأيك في الصدفة السعيدة دي لا يا صدفة السبالة واجب من المعاش وابنت قاعدة عندي وجوزها كرشوب للشغل والصبح كده اجب لابنها اللبن المدعم حرام عليكم ايه رأخي ده فلقتني بكسة حياتك وايه اللبن المدعم ده يعني انت كدك ستت عطفي ده انا هشيرومك ابو سيدك ابو سيدك يا ابني حرام عليك ما تفكك منه يا طعون اشوف لك عائل شاب بحس يا هيمة سيبك من الناس ده نعرفها كويس ابي ياب بقولك انت سلبت بقى علينا لا بقولك يا طعون تعليب اه موت ماليش فيه الرجل ده ينزل بفلوسه وياخد بيها حقنا في قربك زخان السلام عليك يا هيمة وعلى قلبك الرهيط ماشي عشان خاطرك بس لننزله بقى المرة بفلوسه عشان خاطر هيمة احنا اصلينا في ميكرو باسا اشتركوا في القناة